السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان كل جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي المحترمين الفيديو ده موجه لكل جماهير النادي الأهلي عشان كده لو أنت مش أهلاوي ما اتتبعناش عشان ما تزعلش مننا خلال الفيديو نرد على كل الأكاذيب والإشعاعات المغرضة اللي هدفها في الأساس هو إسقاط وتدمير النادي الأهلي وإسقاط إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب لكن في البداية ما تنساش طبعا أنت أهلاوي اشترك معنا في القناة علشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدين وتعمل اللايك الجميل أول حاجة نتكلم فيها هنرد على أحمد جمالات أحمد جمالات المطبلاتي وشيال الشنطة بتاع شبير في يوم من الأيام أحمد جمالات كان شيال الشنطة لأحمد شبير النهاردة أحمد جمالات بيسخر من النادي الأهلي بعد فوز نادي على النادي الأهلي في مباراة القمة 3-1 بيتكلم على أن لعب نادي الزمالك الشاب أسامة فيصل كان عنده درس كيميا الساعة 11 بالليل ويجابوه من الأوتوبيس عشان يلعب المطش ويسجل وبعد المطش يروح الدرس طبعا أحمد جمالات عهده دائما دائما بيشتغل كتلقيح زي النسوان عمره ما يبقى راجل الراجل يجي في وشك ويوجهك ولكن دائما أحمد جمالات ما بيتخذ سبيل وطريق التلقيح هو سياسته التلقيح شغل كيد النساء كيد النساء من أول ما ساب قنوات واشتغل فيه قناة النادي المنافس شغال كل شغلته علشان يرضي سيده وولي نعمته أنه يلقح ويشتغل شغل النسوان فنوع من أنواع شغل النسوان أن يقول لك أسامة فيصل كان عنده درس كيميا الساعة 11 وخلص المطش وراح الدرس يا جمالات قبل ما تتكلم أسامة فيصل ولا مش أسامة فيصل النادي الأهلي قبل كده في سنة 85 بفرقة كلها شباب كسبت نادي الزمالك في دور الثمانية في كاس مصر وعلمت على الزمالك في المباراة دي وأصبحت اسمها فرقة التلامز علم على الزمالك وعتولت الزمالك في المباراة دي وما أدرك الزمالك وقتها يا جمالات النادي الأهلي في سنة 2013-2012 حصل على بطولة الدوري المصري الممتاز بفريق مطاعم كله من الشباب كريم بامبو على رمضان صبحي على تريزيجي كان كلهم لسه لعيبة لسه 16-17 سنة ووجهوا الزمالك في مباراة السوبر وكسبوا الزمالك ووجهوا الزمالك في مباراة حسم الدوري في الدورة الرباعية اللي كان في السنة دي الدوري كان بيقام من مجموعتين وقدر النادي الأهلي يكسب الزمالك ويضمن الفوز بيه بطولة الدوري وفي السنة دي الزمالك خد مركز ثالث واسموحت ثاني والأهلي الأول فيا جمالات لما تحب تلقح بقدر استريخ كورة كويس واعرف فرقتك كان بيتعامل فيها ايه من شباب النادي الأهلي طيب جمالات قالك الزمالك بات الأكثر نجاحا واستقرارا في مصر فلم يتسبب مرتضى في رحيل لاعبين مؤثرين زي عبدالله السعيد وشريف إكرامي وحسام عشور ومرتضى أيضا لم يدفع مؤمن زكريا للتسول في محنة للأسف وصلت بينا الوساخة وصلت بينا القزارة عشان نمجد في رئيس نادي الزمالك ونقلل من رئيس النادي الأهلي إنك توصف حالة مؤمن زكريا المرضية إنه بيتسول أنا مش أقول لك غير حاجة واحدة بس حزبي الله ونعمل وكيل فيك ليه ليه لأن الحالة اللي فيها مؤمن زكريا دلوقتي ما اسمهاش تسول أنا مش عايز أدع عليك وقول لك روح ربنا يخلي اللي تمؤمن فيك مش هقول لأن ما مرضاش ضرر لحد بس أقول لك حاجة واحدة بس حزبي الله ونعمل وكيل فيك يا جمالات يا شيال الشنطة يا كلب رئيس النادي الأبيض الكلب الوافي بالمناسبة مش كلب وحش يعني فهو بيوصف النهاردة مؤمن زكريا إنه متسول وبيتسول بسبب مرضه أتمنى أتمنى إنه يكون في رد فعل من الهيئة الوطنية للإعلام أو المجلس الأعلى للإعلام ضد شغل التلقيح وإشعال الفتن بين الجمهورين أهلي وزمالك بسبب أحمد جمالات وخصوصا في وصفه في حالة مؤمن زكريا الحالة الصحية بتاعته والحالة المرضية بتاعته إنه يوصفه بأنه يتسول طيب تعالى نخش فيه نقطة تانية وليد سليمان وتعمد إصابة محمد عبد الشافي الدنيا قامت ولم تقعد وخلاص القام هتقوم بسبب إصابة محمد عبد الشافي ربنا يشفيه ويتم شفيه على خير جمهور نادي الزمالك اللي قامت برضو وعايزين يعمله مظاهرات وشكاوة في الفيفا لأن وليد سليمان بيكسر في اللعيبة وليد سليمان لعب مؤذي وليد سليمان يتعمد إصابة اللاعبين وآخرهم محمد عبد الشافي كنت أتمنى أن إدارة نادي الزمالك وجمهور وإعلام نادي الزمالك زي ما اهتموا بوليد سليمان وقصة وليد سليمان كانوا هتموا بضحايا الدفاع الجوي مباراة الدفاع الجوي والعشرين شهيد اللي توفوا في مباراة واستشهدوا في مباراة الزمالك وإنب تقريبا بسبب كلكوا عارفين مين السبب ومين المتسبب ولكن لن يجرؤ لن يجرؤ أي من جمهور وإعلام الزمالك أنه يفتح الموضوع لأنهم عارفين أن سيدهم وتجرسهم واللي دايما رافع الجزمة في وشهم وبيديهم على دماغهم بيها فكلهم بيخافوا منه عشان كده بنجري زي الكلاب المسعورة على أي حاجة أي عظمة تترميلنا نجري وراها ولكن في جماهير نادي الزمالك المحترمة اللي استشهدت في مسبحة الدفاع الجوي أو في مباراة الدفاع الجوي لا تسيبك منهم نتجهالهم وخلينا في وليد سليمان لخ أحمد موسى الإعلام المعروف والإعلام الشهير بيطالب كابتن محمود الخطيب بتلبية دعوة مرتضى منصور وإنه يزور نادي الزمالك يوم الجمعة عشان كفاية فتنة والبلد مش مستحمل لأستاذ أحمد موسى اللي شايف إن كابتن محمود الخطيب هو سبب من أسباب الفتنة محمود الخطيب يا أستاذ أحمد هو اللي بيتشتم محمود الخطيب هو اللي تم التجاوز في حقه محمود الخطيب هو اللي تقدم بشكاوة للنائب العام سيادة المستشار حماد الصاوي عشان يطالب بحقه في التجاوزات اللي بتحصل فتيجي انت النهاردة تقول الخطيب لازم يروح نادي الزمالك ويلبي دعوة مرتضى منصور ويروح يزور نادي الزمالك حقنا للفتنة هو مين اللي أشعل الفتنة مين مصدر الفتنة والتعصب بين جماهير مصر السؤال السؤال واتمنى لكل الناس تجاوب عليه مين الشخصية اللي من ساعة ما ظهرت في الوسط الرياضي الكروي المصري أصبح هناك حالة من التعصب والفتنة الكبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك أتمنى الجماهير ترد علينا في الكومنتات مين الشخصية اللي دايما بتصير الفتنة يا أستاذ أحمد يا موسى طيب الفلوس دايما اللي بتتصرف على الإعلام عشان يهيجوا الجماهير ضد مجلس دارة الناد الأهلي ضد كابتن محمود الخطيب أتمنى من الراجل المستثمر العربي إياه صاحب الدولارات وصاحب شنطة الدولارات وفر فلوسك لأن مهما صرفت ومهما أنفقت على القنوات الفضائية أو على الإعلام المأجور أو على المرتزقة اللي في الإعلام أو على الناس أصحاب الكلمة العاهرة أتمنى توفر فلوسك لأن مهما عملت مهما عملت جماهير النادي الأهلي ستظل في ظهر رئيس النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي ستظل مساندة وتحمي كدرع وسيف لكيان النادي الأهلي فمهما تصرف تدفع لسيف تدفع للأخ فايق برضو كان شيال شنطة لشو بير قبل كده تدفع للكاذب إسلام الكاذب تدفع لكاتكوت تدفع لمش عارف بتاع ربيع ياسين بان ولا مين تدفع هنا ولا تدفع هنا مش الشيخ ربيع مش الشيخ ربيع واحد تاني تمام تدفع هنا تدفع زي ما أنت عايز ولكن جماهير النادي الأهلي ستظل صامدة مساندة مدعمة والداعمة الأول والأخير لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي عشان كده بوجه ندائي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان قاطعوا قاطعوا قنوات المرتزقة قاطعوا إعلام العار الإعلام الداعر هناك إعلام محترم بيقدم قيمة ومحتوى محترم وهناك بعض من الإعلاميين يقدمون محتوى به عهر فجر والعهر والفجر هنا إنك تشوه سورة وسمعة النادي الأهلي وسورة وسمعة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أتمنى من جماهير النادي الأهلي امسح القنوات القذرة اللي عندك على الرسيفر اللي بتهاجم النادي الأهلي عندك قناة ناديك شجع ناديك عن طريق القناة عندك 24 ساعة القناة قعد قدامها برحتك تفرج عليها برحتك عايز تجيب قنوات عامة تجيب قنوات أفلام مسلسلات تتفرج برحتك ولكن خليك عارف مين عدوك الأول والأخير عدوك الأول والأخير هو الطفل العربي اللي معه فلوس ودولارات بالملايين وعايز يحقق رغباته انه يسيطر يسيطر على النادي الأهلي يبقى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة على النادي الأهلي المستثمر العربي اللي كان عايز الخطيب يبقى دلدول تحت إيده الخطيب يبقى شخشيخة تحت إيده لكن عمرها ما هتحصل ولا هتحصل ان الخطيب يبقى دلدول حد الخطيب رفض وقال لا كان ممكن يبقى أحسن رئيس في تاريخ النادي الأهلي لو كان قلقه كان هيتبني استاده وكان هيجيله اللعيبة عالمية وكان 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 بس ساعتها كان هيسلم النادي الأهلي على المفتاح للمستثمر العربي يتحكم ويعمل فيه اللي هو عايزه بالمناسبة قناة النادي المنافس بتستخدم اسلوب قذر اسلوب واسخ اه اسلوب واسخ بيدعوا ان مؤمن زكريا سبب مرضه ان النادي الأهلي مرضيش يجدد له شفتوش وساخة اكتر من كده مؤمن زكريا اللي عقده مع النادي الأهلي 3 سنين والنادي الأهلي كان لسه مجدد له وجه ربنا ابتلاه بالمرض دوت وبإذن الله يصبر ويكون في ميزان حسناته ويتم شفاقه والأهلي طلب من مؤمن زكريا ان يتم فسخ العقد وهيكون فيه رواتب تدفع له بعد كده وتم مخطبة وزير الشباب والرياضة ان يتم دفع العقد بالكامل لمؤمن زكريا كل ده ويطلع اعلامي او صحفي صحفي ملوش لازمة يطلع يقول اصل سبب اللي حصل لمؤمن زكريا ان النادي الأهلي قرر انه يفسخ عقد مؤمن زكريا او ان الاهلي مجددش لمؤمن زكريا يا طرى يا هل طرى هو كل لعب ما بيجددش النادي بتاعه بيصاب بنفس المرض بتاع مؤمن زكريا مرض مؤمن زكريا هو مرض نادر الحدوث في العالم كله خمس تلاف حالة في العالم كله خمس تلاف حالة هل كل لعب العالم اللي بيفسخوا تعقداتهم او ما بيكملوش تعقداتهم هل بيجي لهم المرض ده لا هل النادي الأهلي بيع مؤمن زكريا او مرضيش يقف جنب مؤمن زكريا برضو لا ولكن في بعض الناس بيحبوا يصطادوا في الماء العكر عالم وسخة عالم قذرة عالم وسخة وعالم قذرة خلصة اخبارنا خلصة حكاياتنا انا استنى منكم كل ارائكم وتعليقاتكم شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة